أهلاً ومرحباً وسهلاً بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في مادة الأسبوع الثاني عشر من كتاب التربية الإسلامية للفصل الدراسي الثاني قبل أن نبدأ لا بد من التعرف إلى أبرز الأهداف المرجوع تحقيقها من هذا الدرس إذن أبرز أهداف درسنا اليوم هو التعريف بما سنتناول في هذا الأسبوع وكيف سنربطه بالمواد الأخرى كنا قد وصلنا إلى ختام هذه الوحدة الوحدة الثالثة وكما تتذكرون أعزائي الطلاب فإن موضوعات هذه الوحدة كانت سورة لقمان وهي تتم للحكم التي درسناها في الجزء وصل إلى أول الآيات من الآية السادسة عشر إلى الآية التاسعة عشر ثم أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ونبي الله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام دعوته التلاوة والتجويد تحديداً مخرج اللسان الصحابية الجليلة رفيدة الأسلمية ثم تطبيق على مخرج اللسان وتلاوة أخرى تطبيقات على مخرج اللسان من خلال تلاوة لأجزاء محددة من سورة محددة سيكون الموضوع الأول الذي سنتناوله هو مشروع قصير تناسب هذه الموضوعات التي ذكرتها الآن اخترت لكم أن يكون هذا الموضوع عبارة عن الأعمال التطوعية فإذا تأملت الصور المرفقة أمامك ستجد أنها جميعاً تدل على أو نستطيع من خلالها التوعية والحرص على أداء عمل ينفعنا وينفع مجتمعاتنا فمثلاً قد نساعد الأطفال في مرحلة معينة ونوعيهم إلى أهمية العلم والتعلم كما قد نشارك في حملات تنظيف المكان المدرسة ساحة المدرسة أو قد نساعد فئة معينة من فئات المجتمع كذوي الاحتياجات الخاصة اخترت لكم موضوع تهد ونأخذ فيه الكثير من الحسنات خاصة أن موضوعات وحدتنا تناسب هذا المشروع وسأرفق لكم معايير تقييم المشروع في الصفحة سيكون لك أن تختار أنت وأفراد مجموعتك مشروعاً ينم عن خدمة مجتمع تستطيع من خلاله أن تخدم فئة معينة من المجتمع وتستطيع أن تأخذ هذه الأفكار أو أن تستمدها من درس الصحابية الجليلة رفيدة الأسلامية كما تستطيع أن تستمدها أيضاً من درس أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أو من وصايا لقمان الحكيم بعد أن تقوم باختيار المشروع أو الأدوات التي ستستخدمها في مشروعي عليك أن تقوم بتمثيل أو تصوير مقطع فيديو قصير يعبر عن ما فعلته أنت وأفراد مجموعتك وتعرضه لنا في ضوء معايير تقييم محددة داخل الغرفة الصفحة أما الموضوع الثاني الذي سنقوم بتناول في هذه الوحدة أعزاء الطلاب هو تطبيقات على أحكام التلاوة لآيات سورة الشورى الآية 29 إلى الآية 43 كما ترى نقوم بالاستماع إلى هذه الآيات من موقع تنزيل القرآني وهو المصدر المعتمد للاستماع للآيات ثم محاولة التدرب عليها وتطبيق أحكام التلاوة فيها ولا بد أن نتعرف المفردات والتراكيب الملونة باللون الأحمر حتى نفهم موضوع الآيات والفكرة العامة التي وجدت فيها سأقوم بتحديد آياتين فقط هنا وهي الآية 29 والآية 30 إلى قوله ويعفو عن كثير حتى تستطيع إتقان هذه التلاوة ولا تنسى الرجوع إلى المنصة التعليمية إذا أردت أن تفهم موضوعات الآيات بشكل أكبر كانت هذه أبرز الموضوعات التي سنتناولها خلال هذا الأسبوع أشكر استماعكم أعزاء الطلاب وأراكم في دروس قادمة طبتم وطاب يومكم بكل أمل وحب ترجمة نانسي قنقر